إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم جزهي عنا خير ما جزيت نبيًا عن أمته ورسولًا عن دعوته ورسالته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الأكارم الأعزاء طبتم وطاب ممشاكم ومسعاكم وتبوأتم من الجنة منازلا وأسأل الله العظيم الذي جمعنا هذا الجمع على طاعته ألا يحرمنا من اجتماع مثله في جنته ودار مقامته إخوانًا على سرر متقابلين تحدثنا في خطبة الإسبوع الماضي عن قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وتناولنا نماذج من هؤلاء الرجال من العهد الأول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ونتابع اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى تناول بعض صفات أولئك الرجال من كتاب الله عز وجل قال ربنا سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ما أحوج الأمة في هذا الزمان الذي طغط فيه المادية وعلت فيه الحسابات الدنيوية عن معاني الغيب والدار الآخرة إلى الوقوف بالتفصيل مع هذه الآيات في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال في أول النهاي وفي آخره رجال ما هي صفات هؤلاء الرجال يا رب رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله تجارتهم وبيعهم البيع والشراء المال هذا الذي طغى في هذا الزمان وشغل الناس عن حقيقة الوجود وحقيقة الغاية من هذا الوجود أولئك الرجال لا تلهيهم تجارتهم ولا بيعهم عن ذكر الله فتجدهم على حالة من ذكر الله عز وجل باللسان وبالقلب وليس هذا فحسب بل إن دلالة حضور ذكر الله عز وجل في هذه الآية فيه إشارة إلى تلبس أولئك الرجال باستحضار رؤية الله عز وجل لهم حال تجارتهم استحضار مراقبة الله عز وجل لهم حال البيع والشراء وعقد الصفقات فالله يراهم وهم يستشعرون ذلك في قلوبهم فأنا لهم أن يتجاوزون حدود الله عز وجل في البيع والشراء لا تلهيهم تجارتهم ولا بيعهم عن ذكر الله ولا عن إقام الصلاة ولا عن إقام الصلاة ولكن أي إقام للصلاة هل الصلاة في المحل؟ في المكتب؟ في السوق؟ في البيت؟ عن أي صلاة؟ روى سالم عن عبد الله بن عمر قال دخل عبد الله بن عمر سوق المدينة فأذن المؤذن فقام الناس فأغلقوا حوانيتهم وانطلقوا إلى المساجد فقال فيهم نزل قول الله عز وجل لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة هذه صفة أولئك الرجال الذين خصهم الله عز وجل بالذكر في هذه الآيات بيعهم وتجارتهم لا تلهيهم عن الصلاة في الجماعة كما قال جماعة من المفسرين فصلاتهم في المساجد مع جماعة المسلمين وكما ذكرنا في اللقاء الماضي أن المساجد هي مصانع الرجال فإذا أردت أن تصنع على عين الله وعلى هده رسول الله في تربية الصحابة الأوائل فكن من أهل الصفوف الأولى في المساجد لا تلهيهم تجارتهم ولا بيعهم عن ذكر الله وإقام الصلاة بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه بخمس وعشرين درجة ذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة ما خطى خطوة إلا رفع الله عز وجل له بها درجة وحط عنه خطيئة فإذا صلى لا تزال الملائكة تصلي عليه ما دام فيه مصلاه الذي صلى فيه تقول اللهم صل عليه اللهم ارحم ولا يزال في الصلاة من تظر الصلاة أي أجر وأي فضل أعظم من ذلك الملائكة عباد الله المكرمون يدعون لك ويصلون عليك ما دمت في المسجد مصليا ذاكرا منتظرا الصلاة ما دمت في المسجد ما دمت فيه مصلاك فالملائكة تصلي عليك وتدعو لك أي فضل أعظم من ذلك لا تليهم تجارتهم ولا بيعهم عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إيتاء الزكاة هذه الفريضة التي ضاعت في الأمة إلا من رحم الله عز وجل في الأمة أموال لو تخرجوا زكاتها والله ما بقي فقير في الأمة ولا بقيت مؤسسة دعوية في حاجة إلى دعم ولا بقيت جامعة تحتاج إلى أموال وقفية الأمة فيها الخير الكثير فيها أموال كثيرة ولكن منعت الزكاة فكان حال المسلمين كما نرى اليوم أما أولئك الرجال فزكاتهم مخرجة في وقتها وليس فقط الزكاة ففي المال حق غير الزكاة كما قال صلى الله عليه وسلم ومثال ذلك من العهد الأول كما تعودنا عثمان عثمان رضي الله عنه هذا الرجل العجيب الذي أوقف ما له ختمة لدين الله عز وجل فنراه في غزوة العسرة يجهز جيش العسرة جهادا في سبيل الله حين قام النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وقال من يجهز جيش العسرة وهو رفيقي في الجنة قام عثمان وقال يا رسول الله علي مئة ناقة بأحلاسها وأقتابها ثم زادها رضي الله عنه حتى وصلت إلى ستمائة ناقة بأحلاسها وأقتابها يعني جاهزة للغزو في سبيل الله من يجهز جيش العسرة هو رفيقي في الجنة فقام عثمان وجاء بألف دينار ذهب ونثرها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فسر رسول الله واستبشر وأخذ يحث المال حذوا ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ألف دينار هذا مال ضخم وفير كثير أكثر من أربعة كيلوهات من الذهب ينفقها في سبيل الله في مجلس واحد هل هذا فحسب؟ لا حتى نعلم حال أولئك الرجال الحقيقيين لما قدم رسولكم صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان الماء الصالح للشوب في المدينة نادر وكان خيره بئر اسمها بئر رومة في المدينة وكانت ليهودي وكان يبيع الماء للمسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة ويكون دلوه مع دلاء المسلمين يعني لا فضل له في البئر على أحد من المسلمين وله خير منها في الجنة فقال عثمان أنا يا رسول الله ثم انطلق إلى اليهودي فساومه على شرائها فأبى إلا أن يبيعه نصفها فقط ليستثمر النصف الآخر في البيع فاشترى عثمان نصفها باثنى عشر ألف درهما فصار المسلمون يشربون من البئر ويدخلون لليوم التالي الذي هو يوم اليهودي فلما أدرك اليهودي أن صفقته خاسرة ذهب إلى عثمان وباعه النصف الآخر بثمانية ألاف درهم فدفع عثمان عشرين ألف درهم من حر ماله غير الزكاة ليشتري بها بئرارومة للمسلمين هل هذا فحسب؟ لا فخير عثمان لا يتوقف عثمان رضي الله عنه في خلافة أمير المؤمنين عمر في عام الرمادة حين ضربت المجاعة المسلمين في المدينة جاءته قافلة وكان عثمان تاجرا كما نعلم جاءته قافلة من الشام محملة بالزبيب والزيت والبر وغير ذلك من الأطعمة ونزلت عند باب بيته فجاءه التجار المسلمين يريدون أن يشتروا منه حتى يبيعوا في الأسواق فساوموه في السعر قال كم تعطوني؟ قالوا نعطيك الدرهم بدرهم يعني سيربح في الصفقة مئة في المئة قال هناك من زادني قالوا درهمي قال هناك من زادني قالوا ثلاثة وظلوا يزيدون معه ويقول هناك من زادني فقالوا يا صاحب رسول الله نحن تجار المدينة من الذي زادك؟ قال زادني الله عز وجل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وأوقف القافلة كلها للمسلمين ولم يأخذ فيها درهم وإيتاء الزكاة وفوق الزكاة لا تلهيهم تجارتهم ولا بيعهم عن ذكر الله وإيقام الصلاة وإيتاء الزكاة لماذا؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يخافون يوم القيامة يدخرون هذه الأعمال يستقيمون على أمر الله ومراد الله يقدمون مراض الله عز وجل على محاب أنفسهم التجار والبيع والشراء هذا من حاجات الدنيا أما الذكر والصلاة والزكاة من حاجات الآخرة والآخرة مقدمة عندهم عن الدنيا الصلاة في قلوبهم لأنها لله أعظم عندهم من الدنيا وما فيها يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ومثال ذلك في قول الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لماذا؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا النتيجة فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وفي الآية التي نتلوها ماذا كانت النتيجة؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله طيب الإنسان قد تحدث نفسه يا رب تجارتي البيع الشراء الصفقة الاجتماع الموعد نؤخر الصلاة نؤجل الصلاة نجمع الصلوات فيختم الله عز وجل هذه الآية برسالة يفهمها ذو الألباب والله يرزق من يشاء بغير حساب يا من تظن أن اهتمامك بتجارتك وبالموعد وبالاجتماع على حساب الصلاة الله يقول لك أن الرزق بيد الله ووالله الذي لا إله غيره لو استقمنا على مراد الله وعظمنا شعائر الله وحافظنا على الصلوات في وقتها الذي شرعه الله عز وجل لنا لآتان الله عز وجل أضعاف أضعاف ما نتخيل وما ننتظر من الأرزاق هذه بعض صفات الرجال ننتقل إلى آية أخرى سريعا قال الله عز وجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى رجل رجل جاء من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون من هذا الرجل صاحب آل ياسين تلك القرية التي أرسل الله عز وجل فيها ثلاثة من الرسل فكذبهم أهل القرية فلما آمن هذا الرجل جاء من أقصى المدينة حيث بيته البعيد جاء يدعو الناس إلى اتباع الرسل طيب المدينة فيها ثلاثة من الرسل ما شأنك أنت بالدعوة ألا يكفي ثلاثة من الرسل يدعون الناس إلى الله عز وجل أنت لم تكلف بمفهوم البعض بالدعوة بل الرسل لا هو يفهم أنه طالما هدي إلى الإسلام والتوحيد وإلى طريق الله عز وجل فهو مطالب أن يعمل هذا فهم الرجال رجل جاء يسعى يدعو الناس إلى الله عز وجل مثاله كذلك الصديق رضي الله عنه أبو بكر لما أسلم بين يد النبي صلى الله عليه وسلم تحرك بالإسلام كأنما والله أنزل عليه كأنما هو صاحب الرسالة وليس محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم جاء في اليوم التالي يا أحباب في اليوم التالي الصديق جاء بخمسة من العشر المبشرين بالجنة من الذي أمرك يا أبو بكر أن تدعو الناس إلى الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك ولكنه يفهم ذلك بمقتضى الإسلام والإيمان جاء أبي ساعد والزبير وطلحة وأبي عبيدة وعثمان أولئك الخمسة كلهم في ميزان أبي بكر الصديق هل تعرفون الطفيل بن عمر الدوسي؟ قليل جدا من يسمع هذا الإسم طيب هل تعرفون أبا هريرة؟ ومن لا يعرف أبا هريرة؟ الراوي الأول لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من خمسة آلاف حديث رواها أبا هريرة أبا هريرة إنما هو حسنة في ميزان هذا الذي لا نعرفه الطفيل بن عمر الطفيل هذا كان سيد دوس جاء إلى مكة وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلق عائدا إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام وظل يدعوهم حتى العام السادس أو السابع من الهجرة ثم هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بثمانين بيتا من دوس كلهم على التوحيد وفيهم بيت أبي هريرة فكان كل عمل أبي هريرة في ميزان الطفيل ابن عمر الدوسي من دعا إلى هدى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا لإن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم كنتم خير أمة أخرجت للناس لماذا يا رب؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هذا فعل الرجال وهذا هدي الرجال نسأل الله عز وجل أن نكون منهم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا فيا فوز المستغفرين الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وصحابته وآل بيته المستكملين الشرفة ثم أما بعد أيها الكرام قال الله عز وجل في شأن بني إسرائيل حين دعاه موسى عليه السلام إلى دخول الأرض المقدسة والجهاد في سبيل الله فأبوا عليه ذلك وقالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها أبدا ما دموا فيها اذهب أنت ربك فقاتل إنا هنا قاعدون قال الله عز وجل قال رجلان قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين رجلان من بني إسرائيل من الذي أنطقهم ما الذي أخرجهم ما شأنهم بذلك وفي القوم موسى وهارون وغيرهم لكنهم يعلمون بمقتضى إيمانهم وإسلامهم أن عليهم تحمل مسؤولية دين الله عز وجل حتى يكونوا رجالا قال رجلان دين الله عز وجل إنما يقوم على أكتاف الرجال فإذا أردنا أن نكون رجال على الحقيقة فينبغي أن نتحمل مسؤولية هذا الدين ونبادر للعمل والإنفاق والبذل والدعوة مبادرة إيجابية وتحملا للمسؤولية شأننا في ذلك شأن الصحابة الأوائل كذلك ونختم بمشهد أمير المؤمنين أبي حفص عمر رضي الله عنه حين سأله ابن عباس قال يا أمير المؤمنين متى سميت الفاروق بما سماك النبي صلى الله عليه وسلم الفاروق قال أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام ثم لما شرح الله صدري للإسلام في دار الأرقم ابن أبي الأرقم قلت يا رسول الله ألسنا على الحق إن حينا أو إن متنا قال بلى والله إنكم على الحق إن حييتم وإن متتم قال قلت يا رسول الله ففيما الاختباء والله لنخرجن عليهم فبارك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطوة وخرج صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم رسول الله في صفين من أربعين رجلا على رأس صف حمزة أو على الآخر عمر فطافوا بالبيت وأظهر الله عز وجل دينه في مكة لأول مرة يجاهر المسلمين بهذه التظاهرة الإسلامية بإسلام عمر وبمبادرة وإيجابية عمر قال عمر فسماني حينها رسول الله الفاروق حين فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل هكذا ينبغي أن يكون حال الرجال أيها الإخوة نعمل لدين الله عز وجل نقوم على أمر الله مستقيمين على مراده سبحانه وتعالى ونقدم محاب الله ومراضيه على محابنا وعلى ما نظله مصلحة لنا نتحمل مسؤولية دين الله عز وجل ونبادر ونتقدم ونكون إيجابيين حتى نكتب في مصاف الرجال الذين صدقوا الله ما عاهدوه عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا اللهم انصر دينك وأعز أوليائك اللهم انصر دينك وأعز أوليائك اللهم انصر دينك وأعز أوليائك اللهم انصر عبادك المجاهدين في غزة اللهم انصر عبادك المجاهدين في غزة اللهم احفظ عبادك المرابطين في غزة اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك اللهم عليك بيهود اللهم عليك بيهود اللهم اهزمهم شر هزيمة اللهم اهزمهم شر هزيمة اللهم أقمنا عاملين على ثغول الإسلام مخلصين لك الدين اللهم استعملنا في مراضيك وجنبنا مناهيك اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق والقبول اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها اللهم لوجهك خالصة ولا تجعل فيها لأحد غيرك شيئا اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة